اجماع دولي على أن الجزائر نجحت في إبهار العالم بحفل استثنائي بمناسبة افتتاح الطبعة التاسعة عشر من ألعاب البحر المتوسط وبعث رسائل مفادها أن وهران خيبت ظن المشككين في قدراتها التنظيمية فأبهرت عروس المتوسط ضيوفها وعلى رأسهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي كتب في حسابه على تويتر شاكرا الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبونة على الدعوة لحضور الحفلة أشكر أخي فخامة الرئيس على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح الدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية متمنيا لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط بدوره هنأ سفير المملكة السعودية في الجزائر عبد الله بن ناصر البصيرية مدينة وهران على نجاحها في مسجد تراث التقليدية الجزائرية بتقنيات تكنولوجية حديثة أهنئ الجزائر قيادة وشعبا بنجاح حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 حفل مميز استمتعت بكل فقراته وتعرفت على التقاليد واللباس والموسيقى الجزائرية في أجمل حلة حفل افتتاح الطبعة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط احتل أيضا افتتاحيات كبريات وسائل الإعلام العربية والعالمية فوصفت قناة بين سبورتس الحفل الذي شهد حضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى جانب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانية بالرائع والمعبر عن ثقافة وتراث الجزائر والدول المطلة على حوض المتوسط فيما أشاد موقع العربي الجديد بحفل الافتتاح معتبرا أنه جاء وسط أجواء تاريخية وتفاعل مبهر من الجماهر الجزائرية جمالية العروض نالت أيضا نصيبا من الثنائف مقال لجريدة البيان الإماراتية التي أشارت إلى تحول أرضية الملعب الأولمبي ميلود هدفية إلى شاشة سينمائية عرضت ثقافة وتراث البلدان المتوسطية في حفل يثبت من جديد أن وهران على أتم الاستعداد لتقديم واحدة من أجمل دورات ألعاب البحر الأبيض المتوسط موسيقى